بشوفك عم تربح هذا النصر رح يطول مدته رح تضلك يعني فترة طويلة منتصر وخاصة وخاصة على أنثى ممكن يكون على أنثى هذا الانتصار أنثى من برج هوائي ممكن يكون أو مائي فهذا يعني كرت كتير كتير عجبني كتير حلو اللي عجبني أكتر أنه مبين بالأوراق أنه الميزان عم يستعيد اللي هي صفاته الأصلية الصبر الكفاح عم بيشوفهم يعني ماشيين بطريق مستقيم ما عم بيضيعوا لا هون ولا هون ما عم الناس في حواليهم ناس في كل الأماكن يعني من الناحية الاجتماعية أعداء ومن الناحية العملية في أعداء ولكن هم ماشيين هيك بطريق مستقيم ما عم يأثر عليهم أي شيء صح عم بيأثر عليهم شوي يعني في عواطفهم بيفكروا شوي ولكن ماشيين للهدف تبعهم فعم بشوف آآ عم يحصلوا علي بيتهمية في أقرب وقت مع أنه حصل في نقص بالمادة في الفترة الأخيرة ولكن شايفي في وفرة شوي شوي آآ عم يتلقاها برج الميزان على فكرة ممكن أنك آآ يعني آآ ممكن يكون في خطبة ممكن يكون في ارتباط جدي هاي الفترة مع أنه احنا ما فتحنا على العاطفة لكن شوي بيّنت آآ ازن في ممكن يكون ارتباط من شخص ناري أو مائي أو حتى ترابي آآ إما الزواج إما البداية بالإجراءات إما شخص آآ داخل على علاقة جدية مش المهم هون بيبين عندي أنه الميزان مرتبط بشخص جدي ما عم يلعب حتى لو كانت علاقة جديدة أو على الانترنت أو كذا آآ عم بيكون كتير آآ هاي العلاقة عم بتكون جدية آآ برج الميزان اللي راح يخدمه هاي الفترة أكتر اشي صبره وزكاؤه ما يعتمد على ناس أبدا يعني آآ الناس اللي كانوا يوعدوا آآ وعود مبين أنه في وعود بالموضوع يعني في ناس آآ كانوا واعدينه على صعيد العمل في شغلات كتير ولكن ما تنفذ منها ولا شي فأنا بشوفه هو عم ينجح بإيده عم هو عم يشتغل هو عم هو عم بالانتصار شوف ما في حدا حواليه هو لحاله عم يشتغل يعني يعطيكم العافية برج الميزان آآ النتائج كتير قربت صار في عندكم شوية كركبات شوية توترات ولكن فترة مؤقتة وبعدين آآ بتستكملوا اللي هو الصعود انا شايفيتكم طالعين لفوق مع شوية أزمات صغيرة مع شوية يعني ما بتخلم ولكن آآ ماشيين بالطريق الصحيح ماشيين لفوق لقمة للقمة آآ بشوف البعض منكم يعني رح يصير مشهور في آآ في موضوع معين رح يقدم موضوع معين يمكن بشغله يمكن يقدم بحث يمكن يقدم يمكن يقدم يمكن دراسة او تخصص او فرح رح يوصل لنوع من الشهرة رح قوي انه يفتح مشروع ويكون كتير مشهور في هذا الموضوع من بعد صبر طبعا صبر كتير يعني على هذا الموضوع مش اول ما يحط اجرو في الموضوع اخلاص انه لا بيحتاج لوقت وتحديات هذا الموضوع آآ شايفك هون شايف الكراون تشاكرا شايفيتك عم تكون روحانياتك عالية جدا جدا والناس اللي كانوا بعيدين يعني عن ربنا من من برج الميزان هاي الفترة عم بيكونوا كتير قريبين يعني آآ يعني يكونوا متصلين بالكون آآ يعني في في القوانين الكونية انه انه كل ما توصلت بطاقتك الداخلية فانت بتكون على اتصال آآ او مخك او عقلك الباطن فانت بتكون على اتصال مباشر مع الكون عم بتأثر المسافة فانا عم بشوفك لا يعني عم تكون روحاني جدا هاي الفترة عم بتصلي عم تدعي عم تتصدق شغلات كتير عم تعملها كان في تأخيرات بحياتك آآ هذا اللي ادى انك آآ تسعى لهذا الاشي انك تكون تكون روحاني كتير آآ شايفة للناس اللي كان عندهم مشكلة بالكراون شاكرا او بالشاكرا التاجية آآ عم ينحل الموضوع عم الاستشفاء اللي قلنا عنه قبل شوي آآ ممكن يكون خاص في هذا الموضوع فعم تزول المشاكل بمعنى اخر كمان ممكن تكون العلاقة العاطفية يعني للشريك ولا الك في حدا منكم كان عنده طاقات سلبية والآن عم بتروح في هاي الفترة عم تنتهي فالتأخيرات عم يعني عم تتسرع الامور بتحسها بالفترة الجاي وعم شوي شوي تتحسن الطاقات حبايبي عم بتكون آآ مائية نارية ترابية في طبعا هوائية يعني بس انا ذكرت الاكتر خلينا نفتح على العاطفة كمان بالنسبة للناس قبل ما نبلش بالقراءة بالنسبة للناس الميزان المرتبطين في عقرب او برج مائي سيت احكي لكم انو تديروا بالكم على الناحية العاطفية من هاي يعني شوي ازا كنتوا متزوجين طبعا آآ انو شوي تحافظوا على العلاقة لانها تحت المحك يعني على المحك ممكن تكبروا الامور بطريقة يعني ما تستاهل بطريقة يعني تتفاقم فكونوا صبورين كتير في العلاقة العاطفية طبعا مش بس المتزوجين يعني كل اللي مع اللي مع بعض المفصلين اللي على العلاقة آآ تكونوا شوي صبورين عالطرف الاخر نمشي شغلات ما نعمل كتير آآ في العلاقة فوق ما هو موجود ازا حكيت انا برج الميزان مع الابراج المائية نكون حريصين من موضوع الطلاق او من موضوع الانفصال النهائي فا بس هدول اللي ذكرتم الباقيين ما في في ناس عندهم ولادة ياي بنت كمان بنت ولا ولد تخيل انها بنت ولكن كأنك بتخفي هذا الموضوع يعني النساء آآ عم يخفوا هذا الموضوع الحمل وكأنه آآ بدهم يعني تيتأكدوا من الامور يعني الى اكم من شهر بعدين يعملوا او انه اعلان للموضوع يحكوا عنه عم بشوف البعض منكم عم يتكتم على هذا الموضوع يمكن خايفينه من الحسد او شي ما بعرف آآ خاصة انه برج الميزان عم يتعرض كتير للحسد يعني يمكن نجمه خفيف يمكن عشانه كتير جذاب كتير فيه صفات يعني حلوة كريزماتيك عنده حضور عالي فعم يتعرض للحسد فبس ديروا بالكم هاي الفترة من ناحية طفية من العمل من كل شي من اي ناحية بشوفك هون عم بيحاول برج الميزان الاستعانة بمسؤول معين زي ما قلتلكم قبل شوي ما تستعينوا في اي حدا آآ هاي الفترة راح تكون لحالكم ما تتصدقوا اي وعود انه اوكي اعملوا اتصالات وكذا وهذا بس آآ يعني اللي مبين الكروت انه انت راح تساعد حالك بحالك اصلا برج الميزان ما بيحب يعتمد على حدا يعني فالموضوع منتهي عم بشوفك بتحاول تسيطر على العلاقة بتحاول ترسم يعني اخطوط للعلاقة او انك تحجم الشريك او انك تسيطر عليه بنوع من الانواع فشايف انه فعلا عم بتسيطر عليه فعلا عم تعمل كنترول على العلاقة زمام الامور عم بتكون بايدك حبايب القراءة العاطفية طبعا ممكن تكون عكسية يعني يا اما برج الميزان اه بالنسبة للشريك او الشريك بالنسبة للميزان يعني ممكن تزوط على تنتين اه شايفة انه العلاقة العاطفية متل رح تنقلب فجأة اه متل كأنك شايف انها ميقوس منها انه خلص ما في مجال انها تتحرك انها تتطور بالعكس انا بشوفها رايحة اه لا اتجاه معاكس في هاي الفترة يعني مثل انقلاب مثل اه انعكاس لهاي الامور مش 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 ثابتة فيه تقلبات عاطفية عند البرج الميزان رح يكون حاس حاله باوقات كتير كتير مشتاء وكتير ملوع يعني شايفة فيه بوادر لعلاقة جدية اما بلشت او مبلشة اه من زمان اه اذا كان هذا الشخص القديم من طاقة هوائية او طاقة مائية فبيكون اه في زواج على الاغلب من هذا الشخص انا ما بقول بهاي الفترة ولكن بفترات اه قادمة بس بهاي الفترة رح تظهر البوادر اه شايفة كمان انت والحبيب رح تحاولوا انه اما تحلوا المشاكل مع بعض اما انه تطلعوا مشوار عم بتحاولوا انه كيف اه انه تعوضوا اللي مر وكأنه اللي مر كان كتير قاسي عليكم ويمكن انت كنتوا قاسين على بعض بالفترة الجاي بشوف انه لا رح تعوضوا اللي مر اه رح كل واحد يعوض التاني عن اللي مر او واحد منهم للتاني عم يعمل هذا الاشي عم بشوف فيه هون ممكن يكون بيت سوجية بيجمعكم ولكن مش اي بيت يعني عم بشوف بيت فيه رخاء فيه اه نعيم فيه يعني فيه رفاهية مش بيت اه عادي يمكن رفيقك اه يمكن حبيبك اه يكون غني كتير ما مش عارفة هلا بتطلعوا اللي بالتعليقات بتقولولي طفران وماما وفلوس ومش عارفة هاي للبعض منكم حبايبي اه شايفة انه فيه عواصف بالعلاقة العاطفية فيه اه ناس عم بتحاول انها اه يعني اه تبين كوجه ملاك ولكن هي بالاساس حاقدة من جوه عليكم فبشوفكم بالرغم من هذا كله اه عم انه هدول الناس كانوا ناجحين اول في تخريب العلاقة ولكن بالفترة الجاي لا بشوف انهم بفشلوا كل اه كل محاولاتهم عم بتبوء بالفشل اه هون بشوف طفل بشوف ولادة ممكن يكون اه فعلا حمل ممكن يكون ولادة لموضوع جديد في حياتك بداية جديدة ممكن يكون شخص جديد في حياتك يفوت يحول حياتك كل حياتها لجنة لانه انا بشوف بالصورة كتير مثل هيك اذا نبين يعني كتير الطقس حلول الزرع البستان في مي يعني كل اشي موجود حتى في طاقة روحانية في ملائكة موجودة في الاوراق ممكن تكون عناية الهية من الملائكة من رب العالمين اه ممكن يكون اه مشروع زواج ناجح او بداية تطور لهاي العلاقة ميزان ميزان عم بتحب بطريقة فضيعة هاي المرة مع انه دايما يعني برج الميزان بعمل كنترول كي اسمه ميزان يعني بعمل كنترول بكل مجالات الحياة ولكن هاي الفترة رح تكون كتير مشاعرك اه يعني كبيرة رح تعبر عن مشاعرك اه على عكس العادة تبعتك او الطبع تبعك رح تحب انك تعبر للشريك عن الحب وكأنك كنت مجمع كتير كتير في قلبك حب ومرة واحدة رح تطلع للحبيب كمان في اللي هو ممكن من هاد الحبيب يكون في اطفال يعني العلاقة شايفيتها طويلة الامد وشايف نفس الشي هون يعني في شوية عوائق في شوية مشاكل في شخص مدير ممكن يكون في العمل زملاء في العمل عم بيكونوا كتير اللي هما بيحبوا الحكي كتير بيحكوا كتير بينقلوا كلام كتير كزا انا بتوقع انك خلصت من جزء منهم مبين ضايل الجزء الثاني شايفي منهم يعني خلاص انتهوا راحوا وشايفي فيه لسه مجموعة لسه ضايلة فيعني طنش بقولك طنش هاي الفترة اصبر الفترة الجاية رح تكون احلى يعني كل ما مشيت في هاي الفترة اه رح تكون افضل ازان للميزان خلينا نشوف خلينا نشوف للميزان شاء الله تكون نصيحة حلوة في محلها مسج من الكون لالك ممكن تكون اكتر من شي بقولك يا ميزان واساسا هاي الشغلة فيك يعني بتأكد يعني انا متأكد انها موجودة في معظم اللي برشم ميزان او الصالع او القمري مو شرط بس الشمس يكون ميزان اه بشوف انه بطلب منك انك تعبر عن نفسك اكتر اه بتحط مبادئ معينة لشخصيتك وانا بشوف هاي يعني موجودة فيك هيك هيك خلينا ناخد وحدة ناسبك اكتر لانه هاي اردي فيك انت يعني عندك مبادئ ما بتزيح عنها وكذا هون بيقولك ويش يعني هيك اتمنى وبالفترة الجاي رح يعني بهاي الفترة ركز انك تتمنى او تدعو دعوات لانه بالفترة الجاي رح تتحقق اشتركوا في القناة